من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشة قناة النادي الاهلي والحدث والتاريخ يكتب من اهلي الجزيرة دايما زي ما قلتلكم كنا على موعد مع حدث كبير جدا جدا مبروك لكل الاهلوية مبروك لمجلس ادارة النادي الاهلي مبروك لمجلس ادارة بريزنتيشن مبروك لمجلس ادارة اعلام المصريين مبروك لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي مبروك لجماهير النادي الاهلي مجلس ادارة بروح الفلنة الحمراء مبروك لكل الجماهير المصرية مبروك للمصريين مبروك لمصر مصر تقدر بولادها شهر اكتوبر شهر العظمة كلها ولكن ما كناش متوقعين اننا نشوف الاحساس العالي اللي شفناه في مؤتمر توقيع الرعاية من خلال النادي الاهلي وبرزنتيشن بهذا الشكل ودموع محمد كامل اللي لازم اقف عندها كتير جدا قدي ايه العمل مع النادي الاهلي مفرح قدي ايه العمل مع النادي الاهلي شق بس سعيد شفتوا دموع الفرح شفتوا دموع البهجة شفتوا الدموع اللي حركت كل المشاعر هو ده الشغل هو ده العمل شفتوا هدوء مجلس ادارة النادي الاهلي عايز ادخل في تفاصيل كتير جدا لكن انا فعلا مبسوط وعايزان اللي شفتوا احساسي لكن اكيد احسسكم اعلى مني بكتير خلينا نخش على طول ونشوف الاخبار والاجواء ونلتقي بواحد من اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي انا دايما بحب اقوله يا قائد لانه دايما قائد وبتحرك من خلال مجلس ادارة النادي الاهلي ومن خلال الكابتن محمود الخطيب ومن خلال الاعلقة بالجماهير والجمعية العمومية وحدث ولا حرج طبعا الاستاذ خالد مرتجي من ورني مشرف الله خليك هاب واهلا بكل سادة مشاهدين قناة الاهلي ولازم ابارك لجمهور النادي الاهلي وبارك لعضاء النادي الاهلي وبارك لكل من ينتمي للنادي الاهلي وقولهم ما تخافوش وما تلقوش النادي الاهلي لابس واقي ما فيش حاجة تقدر تخترقه واحنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى بكرمنا احنا بنشتغل في صمت وما بنردش على حد وبنتكلمش على حد كل اللي يهمنا مصلحة النادي الاهلي برنامج عائلة الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي بروح الفن للحمر يبدو ان برنامج عائلة الاهلي ومجلس ادارة الاهلي بروح حمرة لكن ايه ايه الاداء الهادي ده في وسط الظروف لما الناس شوفوا للدنيا مضغوطة في خطة بديلة كتير في خطة اعلى من الخطة اللي موجودة يعني طرق اللعب عندكم تتغير سريعا جدا التيم متكامل بروح الفلنة الحمراء اداء ولا اروع ومفاجئتين فيقل من 12 ساعة عقد رعاية ملابس وعقد رعاية النادي الاهلي حاجة تشرف وحاجة كبيرة وتفاصيل عنده حضرتك بص طبعا زي ما انت قلت احنا في اكتوبر واكتوبر ده شهر عظيم استعدنا فيه كرامتنا واستعدنا فيه هبتنا واستعدنا ارضنا تلاتة وسبعين فالحمد لله رب العامين ان في اكتوبر برضو النادي الاهلي يقدر يعمل عقدين رعاية احنا كنا عايزينهم وسبحان الله القدر يعني لو قلنا شركة بريزنتيشن ده قدر احنا كنا قريدي متفقين مع شركة اخرى وللأسف هي فسخت العقد بنا لكن سبحان الله ده من قولي عسى ان تكرهوا شيئا واخيروا للا النادي الاهلي ما بيقفش على حد كل الناس بتجري ورا النادي الاهلي النادي الاهلي هو نادي القرن عن افريقيا النادي الاهلي هو اعظم نادي في افريقيا النادي الاهلي هو هرم الرابع في مصر ولذلك زي ما انت شفت كده الاحسيس الجياشة ودموع محمد كامل اللي اثرت فيه شخصيا يعني الحقيقة يحسسك قد ايه ان اي حد ينتمي للنادي الاهلي او اي حد يشتغل مع النادي الاهلي من وراه وفي نفس الوقت لازم نقول ندي الحق لاصحابه ان شركة بريزنتيشن النهاردة بتمثل طفرة في الرعاية وشركات الرعاية النهاردة بريزنتيشن حقيقة في خلال السنوات اللي فاتت حققت نجاحات حققت اسم محترم انا يعني شفتهم في اكثر من حاجة ما كانوا هم بينظموها سواء ما تشات السوبر او اكثر من حاجة الناس حاجات عالمية يعني لا يضاهوا الشركات العالمية والحقيقة هم النادي الاهلي ما يستهيلش غير جده النادي الاهلي فيه مثل انجليزي بيقولك ايه يعني يعني القادة بيشتغلوا مع القادة النادي الاهلي هو القائد والرائد شغل على كبير بالزبط كده شغل على كبير لازم ما يجي يشتغل يشتغل مع رائد زيه ولذلك فاحنا لازم نبالك لمحمد كامل كل الشغل فاندم اللي حصلوا بريزنتيشن والاسم الكبير ده انما الفرحة والشعور والمشاعر اللي عند الاستاذ محمد كامل وشركته بهذا التعاون بهذه الفرحة بدموع الفرحة بتمثل حاجات كبيرة جدا وكلمته بتكفي يعني الكبار مع الكبار كلمتهم بتكفي النادي الاهلي بيضيف لنا كتير جدا جدا احنا مش عارفين هنضيف لنادل اقليه. نادل اقلينا حاجة كبيرة جدا والحمد لله اننا عشنا وشوفنا اليوم ده. ولو موتنا يبقى الحمد الله على اللي احنا عملنا. ايه ايه الكلام ده? بص يا بص يا ايهاب. يعني ما فيش شك ان احنا سبحان الله زي ما قلنا ربا دارت النفعة. النهار ده العقد بتاعنا اللي احنا مضيناه مع اكثر من العقد اللي كنا مضيينه قبل كده مع الشركة الاخرى. اه وفي نفس الوقت ده انا انا بعتبر ان ده مكسب كبير قوي لمحمد كامل وشركة لان انا عارف ان هما من وراء هذا العقد ان شاء الله بازن الله حيكسبه. احنا دايما بنقول ايه يعني ايه يعني اكسب وكسب. فكنا كنا كنت هتتتعامل مع شركة محترفة زي ما فيش شك ان اده اضافة. اه للنادي الاهلي وان شاء الله بازن الله لازم ما ننساش الدور الكبير اللي قام به الكابتر محمود الخطيب. طبعا. وادارة التسويق. الحقيقة عملوا دور كبير جدا في خلال الشهر اللي فات. عشان نقدر نخلص العقدين دول. فلاهم كل الشكر وزملائي طبعا في مجلس الادارة كلنا. كنا دايما دعمين لكابتر محمود الخطيب. لان زي ما قلنا وبدينا من اول يوم احنا مجلس ادارة بروح الفنين للحمراء. كلنا بندعم رئيسنا وبندعم الادارة التنفيذية بتاعتنا اللي هي شغالة تبقا للخطة اللي احنا وضعينها في برنامج عائلية العهلي. احنا ما بنخترقش. او مش عايز اقول احنا ما بنخترقش حاجات. احنا قريدي عندنا. كل ده مترتب. بل انت كل ده مترتب. النهاردة زي ما قال كابتر محمود الخطيب في كلمته. النهاردة انت عشان عندك اه 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 التزامات كتيرة جدا. عندك اه طموحات كتيرة جدا موجودة في برنامج الاهلي. ما ينفعش تبقى اه تنفز او تترجم بدون راعي. والراعي ده الاساسي او الفلوس الرعاية هي دي اكبر مدخل او اكبر دخل بيجي للنادي الاهلي. عشان كده يعني احنا شايفين ان بازن الله تعالى ان هذا العق بازن الله يبقى اه بداية انطلاقة كويسة وبداية حفاظ على ريادة النادي الاهلي في البطولات. وزي ما قال الكابتر الخطيب احنا شغل الانشاءات ماشي على اكمل وجه. الخدمات النهاردة من كمية المنافذ اللي زادت. طبا. الحقيقة كل حاجة اه 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 بنعملها طبقا لبرنامج الاهلي. لان كابتر الخطيب هم قال في برنامج عائلة الاهلي. كنا عملينها بتايم فريم. يعني ايه تايم فريم? يعني بقى جدول زمني. فالنهاردة حتى اول حاجة عملناها ونجحنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو اقرار لايحة النظام الاساسي. لان احنا قولنا قبل سنة حيكون عملنا لايحة الداخلية بتاعتنا. وبالفعل اه جات جماعية عمومية في عرص كبير. وكان حاجة جميلة انها تقر لايحة النادي الاهلي الاساسية. وتبدأ تاريخ او يبدأ تاريخ من او يبدأ المستقبل من حيث اتهى التاريخ للنادي الاهلي. وبإذن الله تعالى يبقى اللي جاي خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نعوذ به من السلب بعض العطاء. لان ربنا بينعم علينا كتير جدا. طبعا. وزي ما انت شايف ال 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 يعني عايز اقول اسد. مم. وربنا يكرمنا دايما ونبقى دايما عند حصن ظن الجميع. الاسد لما تحط تحت ضغط او الناس تفتكر لو محطوط تحت ضغط. يفجيهم بهدوء تمام. وياخد القرار ويسجل تحت ضغط. هو ده النادي الاهلي وفي ال 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 لأن الحمرة هدف مهم جداً النهاردة بيتحقق يمكن في شهر مايو في 2011 الأهل بيعلن عن رعاية ب120 مليون بعدها الأهل بيعلن عن رعاية ب241 مليون بعدها تقل الشركة اللي فاتت أن فيه عقد بنص مليار ولم يكتمل لكن عقد جديد وأرقام أكيد كل الجماهير وأعضاء الناد الأهل عايز تسمع أرقام والفترة جاية يعني أنت عارف عقد الرعاية بحوالي 520 مليون أربع صين وهو أعلى بحوالي 20 مليون عن العقد اللي فات لازم برضو يعني إمكان أنا نسيت أشكر للإدارة القانونية لأن الإدارة القانونية عملت شغل جامد جداً في هذا عشان نقدر نوصل لأننا نمدي هذا العقد زي ما قلت ده بداية انطلاق إن شاء الله بإذن الله إحنا عايزين زي ما قال الكابتن محمود الخطيب عايزين نحافظ على بطولات عايزين يبقى دايماً إحنا الرائد في البطولات وإن شاء الله الكلام ده زي ما قلت لازم يترجم بفلوس وعشان كده أنا شايف إن شاء الله بإذن الله هذا العقد يكون فتحة خير علينا جميعاً وبإذن الله تبقى اللي جاي أفضل أو اللي جاي على الأقل بنحافظ على زي ما قال الكابتن الخطيب النهاردة إحنا تاني أكثر تتويجاً في العالم تاني فريق أو تاني نادي أكثر تتويجاً في العالم بعد ريال مدريد يعني إحنا بنضاهي الكبار عشان نبدأ نستمر إن إحنا نضاهي الكبار وإن إحنا نبقى منافسين مع الكبار لازم إن إحنا يبقى فيه دي نطة مهمة وهطلع بعيد يعني سنة عندها وارجع وأنا معايا وزيد خارجية النادي الأهلي وموجود معايا وحرك معروف ارتباطك العالمي وارتباطك بالمحافل العالمية والمؤسسات الدولة الكبيرة الرئيضية جميل النادي الأهلي مستنية برضو حاجة عالمية في الفترة الجاية طبعاً إحنا مركزين في بطولة أفريقا إن شاء الله ربنا يكرم لكن أكيد مهندس خالد مرتجي شغال بص إحنا يعني دين الرعاية دول إحنا بنشتغل في صمت إحنا وبعدين بنعلن أما بقى في حاجة يعني زي ما نقول إيه أو حاجة صالبة خلاص في إداني فإحنا ما تعودناش إن إحنا نتكلم قبل من يعني إحنا مختلفين إحنا بنخلص شغلنا وبعدين بنعلن إن شاء الله بإذن الله اللي جاي يعني القادم بإذن الله كويس والقادم يليق بالنادي الأهلي وربنا يكرمنا وإن إحنا دايماً نحافظ على مبادئ وقيم النادي الأهلي ونحافظ على السلوكيات اللي إحنا تعلمناها من اللي قبلنا نحافظ دايماً مجال فبنمشي بنفس إن إحنا كلنا مجلس إدارة يعني كل واحد في ترس بس حريفة كلكم لعيبة وسروهات وبساط يعني أحسن بقى مع الجون عالية أول أحسن حاجة إنك إنت تعلن بعد ما تكسب يعني إيه يعني مش هقول أنا كسبان أو أنا بعمل كذا لا أنا ربنا سبحانه وتعالى بكسب بقول الحمد لله لا أنا كسب دي المباراة الوحيدة أو المباراة الوحيدة اللي بشوفها في حياتي اللي نتيجتها بتعلق يعني بتتم وتتنفذ وبعدين تم الإعلانة أي مباراة بيتم استعالات ليها بيتم تجهيز ليها لا بتبقى الناس بتبقى فهم إنت النهاردة الناس ما كيتش عارفة الناس يقول لك ده النادي اللي هيسوق بنفسه ده النادي اللي قال لي حيروح للتاني ده النادي اللي قال لي معرفش هيعمل إيه في ناس راجعوا في ناس رايحة كل واحد بيتكلم وده أنا بعتمده ده نجاح نجاح لي لأن إحنا منظومة مقفولة على نفسنا بنوع لن صفقاتنا أو بنوع لن نجحتنا أهدفنا بتطلع وقت ما بنقول عليها أنا عايز أقول لها ديك حاجة وإحنا بندردش معها هابدأ لشون طولهم طيب طب إزاي ما أقوليش طب يا جماعة في إيه والله ما نعرف أكلم بص كل اللي يرغطل لك على بال في القناة ما نعرفش درجة ناخل تكلم ناس اللي هم مش عارفين إن في إفنت أصلا جيت الساعة تسعة شايف أمور لكن ما فيش أي حد عايز أقول لك أي حاجة لها بعشر دقايق اطلع بنتكلم في كذا وهتقدم اللي هيحصل في مفاجأة كبيرة جدا جدا بتعلنوا للناس كلها حتى اللي موجودين معاكم في قلب المنظومة يعني صعب جدا جدا إنهم حتى يعني وقدامهم وموجودين ولكن فعلا فعلا فيه سرية تامة فيه هدوء كبير جدا فيه صمت شديد جدا فيه أهداف تتحدث عن نفسها في مجلس النادي الآلي وفي النادي الآلي مجلس إدارة بروح الفلنة الحمرة في عائلة النادي الآلي ده كلام عزود ده كلام محترم وده اللي زي ما قلت لك اتعلمناه وماشيين على نفس الخطأ ونفس النهك وربنا قدرنا دايما إن احنا دايما نسجل أهداف في التسعين دي هيه زي ما بيقولوا ونكسب على طول وربنا إن شاء الله يكرمنا أهم حاجة إن احنا نفكر في ماتشنا الجاي مع وفاء سطيف ما فيش شك إن جمهور النادي الآلي وعضاء النادي الآلي وكل من ينتمي النادي الآلي متعطش إن الأهلي يكسب بطولة أفريقيا فدي كلنا أمل كبير في الله سبحانه وتعالى ثم في لعبتنا وجهازنا الفني والإداري الناس كلها على قدر المسئولية وربنا يكرمنا ونرجع إن شاء الله بإذن الله وصلين للنهائي وربنا يكرمنا وناخد البطولة ونروح لإمارات إن شاء الله بكاسر العالمنادي ونرجع تاني للعالمية بعد غياب أربع سنين شكرا 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 مبروك ألف مبروك ألف مبروك على كل الأهلوية مبروك لكل الأهلوية وإن شاء الله بإذن الله القادم أحسن وبالتوفيق دايما شكرا شكرا طبعا بداية اللقاءات مع المهندس خالد مرتاجي لألكم كلام مهم جدا لسا عندنا لقاءات كتير افرح يا أهلي بعد الفاصل مكملين